أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أرى حبض في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن محمد حشيش زي كابتن محمد حمد الله خليني أبدأ برضو مع حضرتك وأعرف رأيك فيما حدث في مباراة يوم السبت الماضي أمام جنوب أمام سانداونز جنوب أفريقي يعني هي طبعاً كانت نتيجة مؤلمة وماتش طبعاً صعبة بالنسبة النادي الأهلي مش النادي الأهلي طبعاً يعني اللي يخسر بالأهداف دي نعم إنما أنا عايزة أقول حاجة تانية يعني مش عايزة أتكلم كتير طبعاً في اللفات لأن اللي جاي مهم أوي واللي جاي قريب يوم الجمعة ماتش بتاع القطن الكاميروني وبعد كده الهلال طبعاً إحنا ما بنمشي في الشارع وخلال فترة الفاتوة تأكيد بتقابل للناس يعني إزعلانة وتعبانة ومتدايقة وعليها ضغط حقوم طبعاً لأن الناس في دمها النادي الأهلي وبتتفاعل مع المباريات وعندها دايماً طموح مع النادي الأهلي إنه بطولة مش إنه هو ماتش ولا اتنين ولا كلام من ده الناس لغاية النهاردة بصة للبطولة مش بصة إن إحنا نصعد ولا ما نصعدش يعني طبعاً ده في علم الغيب بس أنا عايز أقول للعيبة إن إنتوا قادرين إن إنتوا تلغوا الفكرة دي اللي فاتت أو المنظر اللي حصل بالمبراتين الجايين الكرة فيها للعجب إسلام أنت ما تعرفش نتاج التاني أنا عكسك في هذا الأمر إنه يستطيع أحد إلغاء هذه الفترة أو هذه الفكرة وزي ما حضرتك دايماً متعودين إحنا على هذا الأمر من 1907 وحتى الآن إن اللي بيخطئ بيأتمع قبل أو المقصر النقاسة ما حدش بيخطئ ما فيش حاجة هتتلغي اللي أنا عايز أقوله ما فيش حاجة هتتلغي بس هتتلغي مؤقتاً لأن إحنا ليس أمامنا غير الدعم والدعم القوي جداً جداً خلال الفترة اللي جاية يعني أنا عايز أقوله حتى الجمهور الزمن غير الزمن إحنا قبل كده ما كناش لا فيه سوشيال ميديا ولا موبايلات ولا كلام من ده فكنا بنسافر وبنروح وبنيجي ما بنحسش بالشارع المصري عامل إزاي إنما هم متابعين كويس قوي فإنت دلوقتي موضوع الانتقادات وموضوع التقطيع شوية والنعيبة حقكو بس أرجوكو يعني سيبوا الكلام ده دلوقتي النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي هو الدعم الحقيقي للنادي الأهلي حقيقي يا كتب وهو اللي وصل النادي الأهلي إنه يبقى نادي القارن مرنا بظروف صعبة في أوقات كتيرة وتغلبنا عليها وصلنا أكتر من مرة وتغلبنا عليها بفضل التعاون ما بين كل المنظومة مليون في المئة منظومة النادي الأهلي أول حاجة فيها الجمهور إدارة جهاز فني لعبين إعلام كل ده طبعا بيبقى في بعض الانتقادات ما بيننا وما بين بعض عادية جدا طبعا لازم 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 لكن في النهاية الجمهور والحق في كل شيء وأيضا خلينا نقف بقى جنب بعض وإدينا في إدارة بعض كالعادة ده اللي أنا عايز أقوله يعني الإدارة عملت اللي عليها نعم كابتن خطيب عمل ووفر كل حاجة كل حاجة للفرقة إن هي تقدر تعمل أو تحقق طموح النادي الأهلي في بعض الحاجات آه في اللعيبة مقصرة فيها مش هنقول مش مقصرة لا مقصرين في بعض الحاجات خلال المباراة اللي فاتت أو من أول الدورة للمجموعات الحقيقة إنما برضو الكلام ده يعني يتلغي دلوقتي أنا عارف إن الكابتن الخطيب حطيتها في دماغه وسايبها لمرحلة بعد كده زي ما أنت بتقول المقصر أو اللي ما قداش اللي عليه حسابه حييجي موظبوط خلال الحاجة دي مش معلومة أنا مش واخد حد قال لي يكلمني ولا بتاع قال لي ده حيحصل لا أنا متأكد من دروس سابقة صحيح إنه مش حاجة بتعدي كده في النادي الأهلي طالما إن هناك مقصر وإن الجمهور شايف إن هناك مقصر إذن سيتم العقاب أنا من عشريتي للكابتن الخطيب كمان هو مش هيسيب الموضوع ده أي حاجة طول عمره بتمس النادي الأهلي بقى فيها قصة كبيرة بس بيختار التوقيت المناسب إحنا دعمين وهو داعم ومجلس إدارة كله داعم للفرقة المباراة اللي جاية واللي بعدها اللعيبة استغلوا الظروف اللي حصلت دي كلها والمشكلة اللي حصلت اللي إنت حطيته نفسكه فيها إزاي باكت؟ إزاي؟ من اللي ننطلق للمباراة القادمة كيفية الوصول إلى نواحي إيجابية ننطلق بها ما هو إنت لما تيجي تبص على المطش اللي فات أنا مثلا قلت إن أنت تجيب جنين وإنت بالحالة دي دا شيء إيجابي طبع وفرقة زي دي وفرقة زي دي لأ شيء إيجابي صحيح إيجابي جد صحيح يعني أنت قادر الله ينور عليك أنت لو بمستوك الطبيعي لأ كنت تكسبت الفرقة دي عايزة بزبط وجد نظري أنا عارف الناس هتزعل وتقول لي أنت لا بس أنا بقول إن هذه الحقيقة فأنا حبص للناحية الإيجابية في خلل ما حصل حننسى دلوقتي في تكاسل شوية من بعض اللعبات في كذا في كذا في كذا مش هندي مبررات وحنقول أصل كذا واللي حصل لا لن أقبل أحد بالمبررات خالص لأن ما فيش مبررات عشان ما نتحكش على الجمهور ولأن الجمهور الكرة كمان والنادي الأهلي بالتحديد الجمهور النادي الأهلي بيفهم وزواق وعارف صحيح بس أنا بطلب منهم برضو مزيد من الدعم يا جماعة بلاش الكلام ده أجلوه لوقت تاني بعد كده انت قدامك انت قدامك لسه طالما لسه ليك فرصة حتى إن كانت 1% 5% 10% لازم تدوس مين قالك إن النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يخطي المباراتين اللي جايين بمكسب وظروف تخدم وإن شاء الله نكمل في البطولة وما ناخدش البطولة ليه يعبص الجاني بقى التاني خالص اللي الناس تفكر فيه يعني خلينا بيني وبينك برضو طبعا طبعا ده شيء للا كورة 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 خلينا نبص اليوم الجمعة الأول وبعد كده نبص اليوم السبت طبعا وبعد كده نبص للسبت اللي بعده أو الجمعة اللي بعدها في مبارات الهلال وعايز أقول عايز أقول للعيبة نصيحة إن هم يطلعوا الغل اللي جواهم دلوقتي والزعل وإن هم زعلوا الجمهور يتقلب بقى الناحية أجابية إن انت طلع كل طاقتك كل طاقتك تطلع خلال المباراة اللي جاية إحنا غلطنا الجمهور زعلان مننا لإن إحنا كلنا كنا بنلعب عشان النادي الأهلي وعشان جمهور النادي الأهلي حقيقا العنصر اللي مستمر صحيح يعني العنصر الوحيد اللي في المنظومة هو اللي مكمل عبر الأجيال بالزبط كده بالعكس يطلع من جيبه علشان يروح يتفرج عليك وبيزعل وبيحزن وبيفرح وكده طبعا فخليكوا مع الناس اللعيبة اللعيبة بيوصل لها كل حاجة محتاجين دلوقتي في الأزمة قوي وعارفين إن انتوا زعلانين منهم انت تخيل انت ما تبعت رسالة حلوة هتفرق جامد جدا مع اللعيبة وإحنا مجربين وعارفين ما كنا في حاجة بتحصل ومن قبل حد في الشارع ما فيش بقى سوشال ميديا من قبله في الشارع ويقول لك كلمة اللي انت منتظر منه ان هو يقول لك كلمة جامدة أو صعبة أو انتقدك أو بتاع بيقول لك لا معلش وانت قادر وإحنا معاك هو ده الفرق هو ده الفرق الكبير من قول الأهلي وآي حد تالي حاول الكلام اللي حصل ده للطاقة إيجابية وانزل هو مطش صعب جدا برضو عشان يعني هنتكلم فنية إنما طلع الكلام ده كله اللعيبة اللعيبة مع نفسها كابتن الفرقة ونا عرفت إن بعض كابتن الفرقة قعدوا مع بعض عشان يعودوا مع اللعيبة ويكلموا هي اللمة دي اللي هتجيب إن شاء الله المكسب بالجدعانة بالروح مش هتكلم على تشكيل ولا على طريقة ولا كلام من دي دي مطشات لعيبة بقى جوة الملعب صحيح مطشات جدعانة مطشات حماس أغطي على زميلي أتكلم مع زميلي أبقى مركز على طول وفاية عشان أقدر أتغلب على الكلام ده أبص لقدام ليه لأ إن أنا إن شاء الله أكسب المطش ده يخرس المطش ده عندي مطش تاني مع الهلال أكسب إن شاء الله المطش التاني أهم حاجة كمان إن هم ما يفكروش في الطرفين التانيين يعني هو داخل المباراة ما يفكرش يعني يبقى عندي مطش أنا بس خالص لأن الفايصل إنت تكسب بصش بقى النحة التانية هتعمل إيه ولو حصل كذا ولو حصل والحسابات دي مش عايز اللعيبة تعمل حسابات أنا عايز اللعيبة تركز في مباراة جاية إنها تقدر تعمل مباراة كويسة وإن شاء الله تكسب التلاتة بونت وبعد كده نبقى نفكر بقى في المباراة الهلال اللي في القاهرة يعني طيب برضو كابتن حدك قلت إن المباراة دي صعب كلنا شفنا إن فريق القطن الكاميروني فريق فنيا من النحية الفنية أقل فرق مش المجموعة دي أقل فرق المجموعات الحقيقة كلها هو القطن الكاميروني وبالتالي لما تكسبوا تلاتة دا الطبيعي هنا في مصر لما تكسبوا تلاتة دا الطبيعي لما تروح تكسبوا هناك دا الطبيعي لكن لكن انت رايح له وانت خسران وهو خلاص ملوش أي أمل في أي حاجة هو كل أمله إن يعمل مباراة قوية مع النادي الأهلي مع البطل إن الأهلي بطل وحيفضى البطل يعني مش مباراة اللي هتخلي كده ولا كده يعني انت فاهمت إزاي إنما النادي الأهلي بطل فهو عنده يعني دوافع كبيرة جدا جدا إنه يستغل هو فاكر إنه هيستغل الحالة النفسية بتاعة لعبة النادي الأهلي وبتاعة النادي الأهلي اللي أتمنى إنها ما تكونش كده أتمنى إنها تبقى متغيرة إنها أنا رايح لأنا هكسبك عندك سبتك في مصر وهكسبك عندك لأن أنا بفكر في التلاتة بونت أنا هكسب منك التلاتة بونت إن شاء الله أكسب منك التلاتة بونت مباراة قوية جدا جدا كل واحد هتطلع اللي عنده في القطن الكاميروني هم برضو يعني لعيبة صغيرة ومعندهمش خبرات إلا بعض اللعيبة اللي فيهم عندهم خبرات إنما هيلعب بكل طقته وكل قوته عشان يحقق حاجة يبقى طلع من البطولة دي بمكسب بحاجة تبقى يعمل حاجة فيه لا البطل هتعلم بالضبط كده لو كسب النادي الأهلي ما وحيعلم الله قدر الله يقولك أنا خرجت بقى البطل بالضبط يعني انت فاهم ده هتبقى كده لو قدر الله يعني هو بالنسبة له هتبقى حاجة كويسة قوي فأنت كل الكلام ده بتترجمه في الملعب ومش عايز إن احنا يعني اللعيبة لازم تتكلم مع بعضها والكبات والجهاز والناس وكابتساد عبد الحفيز والناس كلها هتتكلم بس كل ده ما يسويش حاجة قدام أدائك في الملعب ورجلتك في الملعب اعتبر إن دي ده ماتش كاس إن انت منفعش فيه كده ولا كده انت حطيت نفسك في موقف يعني المباراة اللي قبل كده بنقول إيه لقد در الله لو حصل حاجة يبقى فيه لسه آمل يبقى فيه لو كان كذا كذا لا المباراة دي فيصل في حاجات كتير مش هتكلم عن المباراة أنا بتكلم عن المباراة الأولانية لأن لسه المباراة التانية ما حدش عارف الظروف إيه إنما أنا بتكلم على المباراة دي مباراة كاس مباراة مفصلية بالنسبة لنادي الأهلي أنا عايز أقول للعيبة كمان قدل عليك اعمل كل حاجة تقدر تعملها كلعيب بتنتمي للنادي الأهلي بتحافظ على اسم النادي الأهلي قبل اسمك أنت إنك تموت نفسك تجيب الثلاثة بونط والأهلي قادر إنه يجيب الثلاثة بونط فالنيات بقى ومين يلعب واربعة ثلاثة مش عارف كذا الكلام ده كله في الكرة أنت عارف أسلام أنت بتنزل في ملعب ممكن تلاقي متغيرات كتيرة الجدعانة واللعب يعني المدارب بقولك ما تطلعش في الحتة دي وانت شايف أنت لازم تكمل في الحتة دي تغطي على الراجل اللي جنبك في الحتة اللي جوا خبرات النادي الأهلي النادي الأهلي فيه خبرات كبيرة في الملعب لازم أن أنت تستغلها أدائك ورجلتك وقوتك من البداية كمان عشان تفاهم المنافس أن اللي فات ده كان كبوة وخلصت إنه من جايك سابك أنا لسه موجود أنا النادي الأهلي بمناسبة كلام حضرتك هل مرسل كولر كيف يبدأ هذه المباراة إذا كنت زي ما حيك بتقول كده فلازم يبقى بيدغط من قدام في ظل الأجواء حرة وظروف إجهاد غير طبيعية بتحصل مع الفرقة وظروف إرهاق غير طبيعية ما بين سفر وما بين مباراة كثيرة في أقل من 36 يوم أعتقد أو 35 يوم صحيح وبالتالي هذه ليست مبررات بس لازم أكمل طبعا ما حدش يقولك أنت بتبر هذه ليست مباراة ولكن هذه الحقيقة فبالتالي أنت وإنت بتتكلم عن هذا الأمر فتجد أنه كيف يخرج كولر ويلعب بغض النظر عن طريقة اللعب أو حتى حضرتك لو شايف يلعب إزاي يلعب أو ضغط عالي أو يلعب ينتظر في نص الملعب يعني هيبقى عنده كيف يفكر كولر في هذه الملعب يعني أنا طبعا مش هقدر أقول أنه يضغط من قدام ضغط عالي لأنه برضو إحنا شايفين ده صفر جوه صفر كمان يعني اللعبة جاية من القاهرة على جنوب إفريقيا وطلع على الكاميرون صفر جوه صفر وأجواء حرة وأنت عارف أن الأجواء حرة جدا جدا ما أقدرش أن أنا يعني على الأقل بس أجس النبض في الأول وأقدر ألعب بتوازن برضو يعني مفتحش برضو الملعب لقدر رأى عشان مجيش فيها حاجة تلخبط لي حساباتي وتبرجي للعيبة يعني أنا أبدأ أبدأ واحدة واحدة وأخذ بالك إزاي وعندي دلوقتي فيه سرعات في النادي الأهلي في الناحية الهجومية أستغل كمان الأخطاء أقل من يعني أقل من أخطائي قوي يعني أهم حاجة في المبرات دي وفي ظل الأجواء دي أن أنا أقل من أخطائي في الملعب البساط الغلط اللي ممكن تكلفني مجهود زيادة من أنت لما بتخطأ في الكرة إسلام أو بتمرر كرة وبتتقطع منك بتكلفك أنت شخصين مجهود أكبر طبعا أن أنت بتحاول ترجع كرة تاني يعني تضع كرة في رجلك يبقى أفضل بالضبط كده الاستحواز والكرة هي اللي بتتنقل تحاولت أن الكرة هي اللي تتحرك أنت ما تتحركش كتير نتيجة برضو اللي الضغوطات اللي عليك حاول إن شاء الله بإذن الله أنك تستغل كل مفاتيح اللعبة بتاعتك التصويب لأن الجون بتاعهم مش على المستوى المطلوب في البداية أنت اللي هتركب المطش إن شاء الله لو جبت هدف من البداية تقدر تجيب هدف وتجيب التاني وتحافظ على الكلام ده يعني عايزة أقول إيه ما تسراكش السكينة زي ما بيقول وأن أنت مثلا حتى لو جبت هدف بقى تبتدي تلعب وتفتحه لأنه برضو هو مش باقي على الحاجة هو مش باقي على الحاجة يعني إيه أكتب معلش مقول أنا لو جمول وأعب أتفرج عليك هقول لك يعني إيه مش باقي على حاجة ما هو ده أسهل لي لا مش أسهل لي لسبب لأن الراجل اللي مش باقي على الحاجة ده ممكن تلاقي لعبه فيه النوع من العشوائية وخصوصا لو جبت فيه هدف من البداية حيبتدي بقى عايز يهاجم عشان يعمل حاجة معاك يعني ما يتغلبش كمان على أرض وممكن يفتح خطوته وممكن يبقى فيه نوع من عدم التركيز ممكن أنت تستغل الكلام ده فهي مهمة بس زي بقولك أنا قلل الأخطاء قوي وخصوصا في نص الملعب عشان الأخطاء اللي في نص الملعب دي بتربك حساباتك وبتسبب عليك ضغط وهجوم مش عايزين نوصل له المرحلة دي عايزين مع الفرق الصغير دي لما بتستحوز انتا كتير في نص الملعب وكده اللعبة بتبقى ملهاش حوله لقوة لأن إمكاناته مش عالي قوي يهو يدوبك بلعب أنا شايفه من خلال مباراة سواء مع النادي الأهلي أو المباراة التانية بلعب كورة طويلة ما عندهش حد حتى في نص الملعب مهاري يقدر إنه يستحوز يلعب هو بلعب على الطويل فأنت تقدر إن انت بالسرعات اللي عندك مثلا في المدافعين أو في الأطراف إن انت تقدر تتغلب على الحتة دي وإن انت تقدر تحرز هدف لأن برضو عنده مشكلة كبيرة في خط الظهر لازم تستغلها إمتى أضغط لما يكون الضغط حينفع إيجابي ما تضغطش بس على بطال ما ينفعش مثلا واحد أو اتنين يضغطوا والباقي مستني في نص الملعب إنت ضربت نفسك في نص ملعبهم لازم إنت تتحرك كاكورتلة لازم تبقى الخطوط قريبة طول ما أنا خطوط قريبة والمسافات قريبة بيني وبين زمائلي بقدر ألحق أي خطأ ممكن يحصل أي غلطة بتحصل في نص الملعب أي حاجة بتقدر إن انت تلحق وتسترد الكرة تاني طول ما اككورة معك بتعمل إحباط الفرقة التانية وفي نفس الوقت زي بقولك الهدف إن شاء الله مبكر ده يديك انت دافع ورجعك للثقة بتاعتك اللي تقدر إن شاء الله تكمل المتش بيها على خير طب كابتن برضو في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأجواء التشكيلات هل يغير تشكيل هل يغير لعيبة يعني الله يكون فأقول برضو يعني أنا شايف من خلال طبعا المتش اللي قابله اللي فيه كثير من اللعيبة كان يعني تعبني بعيد عن مستوى بعيد عن مستوى هو برسي تاو فقط بس تيقلي فأنت دلوقتي في حيرة يعني المتشاط اللي قبل كده كنا بنقول إيه فلان وفلان مثلا الاتنين دول كانوا يعني مش في المستوى وتعبنيت شوية ممكن يتغيروا إنما أنت دلوقتي عندك عندك مشكلة إن زي ما أنت بتقول أو زي ما كلنا بنقول وعارفين إن الوحيد اللي كان فايق وكان إيجابي وكان بيتحرك وكان مجوده كويس برسي تاو صح فأنت الباقي هتغير مين وتقعد مين يعني أنت فاهم زي هو برضو هترجع حسب الطريقة اللي هيلعب بيها هو ممكن برضو يغير لأنه هو من خلال الفترات اللي فاتت عودنا إنه هو بيغير تشكيل كتير فهو يشوف الأنسب منتشاب ده صح ولا غلط دلوقتي هو دلوقتي طبعا لازم يبقى فيه ثبات خلال المباراتين اللي جايين عشان برضو يبقى فيه شوية ما كملتش التسعين دقيقة يعني أنا يعني في بعض اللعيبة مثلا ما خدتش مطشين واربعا أو ثلاثة مع بعض كمليم فأنا باستغرب اللعيبة دي برضو تعبانة ليه يعني أنت فاهم إزاي فهو أكتر واحد شايف بقى مين اللي يقدر يعني يوقف على رجله خلال الفترة دي فيه كمان الشخصيات مختلفة إسلام يعني في في بعض اللعيبة مثلا شخصياتها ممكن تنهار من موضوع خسارة أو تحس إن الدنيا متدربك ده اللي حيبان ده اللي حيبان واخد بالك زي مين اللي سقطوا بنفسه أكبر مين اللي جاهز مين اللي المدرب خلي بالك بيشوف من عين اللعيبة في التدريب صحيح مين اللي مصمم على القصة اللي جاي مين اللي حطت المغوى المطش اللي جاي أدي أدي للناس اللي هي عايزة شاف إن هي عايزة تعمل حاجة عايزة إن هي تعاوض طبعا كلهم يعني المفروض إن هم يكون حاسين إنه عايزين يعوضوا أي حاجة فاتت وعايزين وحاسين بحجم المسئولية وحجم المباراة وصعوبة المباراة من حيث الضغط اللي هم هم اللي عملوا برضو على نفسهم فأنت يعني هو لازم يختار التشكيل الأمثل من جميع النواحي سواء بدنيا أو نفسيا أو إصرار أو حماس أو 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 أنا مفتكرش إن في حد من اللعيبة هيبخل بجزء من مجهوده خلال أي أن كان اللي هيلعب يعني أي أن كان الموجودين في الملعب إنه هيقدر يبخل أو إنه هو حط في دماغه إن أنا هقضي مباراة أنا أحساسي كده إن شاء الله بإذن الله بعد اليومين التلاتة اللي فاتوا والخطور حصل إزاي ببقولك إن دي ما فيهاش حسابات تانية ده مطش مكسب ما فيهوش لا احتمل القسمة ما ينفعش النتيجة تانية غير المكسب طبع المكسب بتاع ربنا بس حسسني وديني مجهود جامد وقوة وجري وحماس وروح وبعدين الناد الأهلي أنت عارف في اللحظات الصعبة بيدوس ويكسب في آخر رحظة فأنت برضو أنت في سباق دلوقتي سباق مع نفسك الأول إن أنت إزاي تحصل على الثلاثة بنتو اللاجئين مش هتكلم برضو على المباراة اللي بعدها حاليا نتكلم فيهم الجمعة بالزبط كده وتكمل يبقى أنت عدد خطوة لأن برضو خلي بالك التوفيق ما بيجيش ألا المكتهد ما نقولش إن إحنا إيه لا إن شاء الله وربنا حيوفقنا وربنا بيوفق اللي بيجري وبيتحرك وبيموت نفسه وبيستقتل على الكورة واللي حاسس بقيمة التشيرت وقيمة المباراة اللي بلعبها أيا كان الخصم سواء أولا اللي ما يقولش إنه بقى إيه اللقطنا ده كسبته في القاهرة وده حصلت المجموعة وإحنا كذا لا لا أنا لازم ألعب مباراة قوية جدا جدا من البداية يا يبان في كل تصرف في الملعب صحيح ما ينفعش زي ما حصل برضو الموتش اللي فات كده بعض العيبة بيكلم بعضها كده بزعيق ووسق ما عليك ما ينفعش يعني ما ينفعش هالحاجات دي مهما حصل لازم نبضل كلنا لغاية آخر لحظة لغاية آخر صفارة في آخر مباراة اعمل اللي انت عايزه تخاني معايا تخانيه وكي ياما كان بيحصل في الملعب وممكن حد من اللعيبة يكلمني بطريقة جامدة ما ينفعش إن أنا أقول له لا كذا مش وقت الكلام ده خالص المباراة التسعين دقيقة هي بتاعة اللعيبة مش بتاعة الجهاز وها كلر كده كده ما بيتكلمش حياة من بره فهي القصة كلها من الملعب نتمنى اللي ما كانتش موجودة المطش اللي فات إن ألاقي حد يتكلم في الملعب أي حد يتكلم كلام إيجابي يحمس اللعيبة ويتكلم معده ومعده الحماس بيبقى عدوى في الملعب لما لاقي واحد متكاسل شوية وأنا متحمس وبتاع هو حيشوفني كده حيتنقله الإحساس ده لو كان قليل خبرة شوية ولا مش في يومه أو 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 لا كلام لازم بقى كتير في الملعب برضو نكرر ونعيد أكتر من واحد في الملعب لازم يتكلم في جميع الخطوط عشان الصالح العام عموما خلينا نطلع نشوف تقرير الأهلي يستعد للقطن الكاميروني ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى تتواصل استعدادات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمباراة القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة دور أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم في الكاميرون وحرص مرسيل كولر على منح لعبي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين من أجل إعطاء اللعبين فرصة لالتقاط الأنفاس خصوصا في ظل ضغط المباراة الكبير على الفريق في الفترة الماضية بالإضافة إلى حالة الإرهاق التي انتابت عددا من لعبي الفريق الأحمر وقام كولر باستغلال الراحة من أجل التركيز جيدا في دراسة فريق القطن الكاميروني لتحقيق الفوز عليه في أرض ووسط جماهيره خصوصا أنه يدرك أهمية تلك المباراة والتي سيعطي الانتصار بها بصيصا من الأمل من أجل التأهل لدور الثمانية انتظارا لنتيجة المواجهة الأخرى بين الهلال السوداني وصانداونز وعقد مرسيل كولر اجتماعا مع معاونيه من أجل دراسة خطة الاستعداد لمواجهة القطن الكاميروني علاوة على دراسة نقاط القوة والضعف خصوصا أن المنافس سوف يسعى للظهور بشكل جيد أمام الأهل مدفوعا بعاملي الأرض والجمهور كما عقد سيد عبد الحفيظ أكثر من جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم ورفع الروح المعنوية لهم وطلبهم بنسيان نتائج المباراة السابقة والتركيز فقط في الفوز على القطن الكاميروني مؤكدا أن الأهل تعود دائما على تخطي الصعوبات والعودة بشكل أقوى من أجل التتويج بالألقاب فيما سادت حالة من الهدوء والتركيز على معسكر الأهل حاليا وتخطى اللاعبون الخسارة أمام سانداونز وبدأوا في التفكير باحترافية تامة للمواجهة القادمة أمام القطن الكاميروني حيث أكدوا أنهم عازمون على الفوز بها وإسعاد جماهير النادي طيب كابتن حشيش برضو كيف ترى فرص التأهل للنادي الأهلي الأماني موجودة والأمنيات كاملة للنادي الأهلي والكورة ورتنا العجب يعني شفنا فرق حتى في أوروبا بتبقى بدقة وحش قوي في دور المجموعات وبتبقى كذا وكذا والغاية آخر لحظة كورة ممكن تطلع فريق تصعد فريق وكورة ممكن تقعد فريق بس لازم الناس تتعود تتعود تلعب لآخر نفس طالما في أمل تلعب لآخر نفس تعرف أنه نفسي وتعمل عليك نفسي سيناريو يحصل إيه إن أنا يوم ربنا يكرمني يوم ربنا يكرم الفرق يعني يوم الجمعة خلاص والسبت الهلال يتعادل مثلا أو يتغلب ويوم المطش اللي بعده أنا أقول إذا ليه لأننا عايز في المباراة الهلال نلعب في السادق قاهرة والأمن يسمع والأمن يسمع بدخول جمهور كامل يا على السيناريو ده إسلام لو حصل الجمهور ده حيعلم اللعبة دي طبعا كل حاجة طبعا في المطش ده طبعا الله العظيم طبعا حيبعتولهم الرسائل إنهم زعلانين أيوه وحيخلوهم ويحفزوهم في منتهى القوة صحيح صحيح ومش بعيد السيناريو ده يحصل أتمنى وتبقى فرحة كبيرة جدا جدا للجمهور وفرحة للدنيا كلها وتكمل مشوارك يعني وتكمل مشوارك يعني يعني فأنا عشان كده بقولك إن انت البداية من يوم الجمعة البداية الحقيقية من يوم الجمعة بكل قوتك بكل تركيزك بكل روحك للنادي الجمهور أنا عارف إنه هو هيبقى داعم وداعم قوي وإن شاء الله نوصل للسيناريو ده ونبقى المباراة اللي بعدها في الاستاد والاستاد مليان وإن شاء الله يعني نفرح كلنا وتبقى صفحة وتقفلت بس الكلام ده مش مش حيجي كده زي ما احنا بنتكلم يا رب إن شاء الله بالعرق وبالجهد والمجهود الكبير جدا والقتال والتصميم والإرادة بكرة إن شاء الله في قرعة مسابقة ربطة الأندية ندلالي طبعا موجود في هذه المسابقة شكل المسابقة تغير أصبحت بخروج المغلوب أو دلوقتي يعني اعتقدها مغلوب المغلوب من دول الستاشر من دول المغلوب السنة اللي فاتت كانت مجموعات مجموعات أبتع بزر برضو انت شايف إزاي ندي الأهلي يلعب في هذه البطولة يعني يعني أنت بتزود عب على الأعباء اللي لسه عملين تكلم فيها البطولات ونتنساش برضو إحنا عندنا ماتش نائكس مصر وعندنا إن شاء الله بإذن الله عندنا إفريقيا مكملة فأنت ده لازم ياخد يعني تاخد قرار في الموضوع ده أن أنت ليه بقى ما تستعينش بقى باللعي بقى اللي هما الصغيرين تكمل إيه المشكلة يعني أنا عايز أقول لك أن الفرق الكبيرة في العالم زي ليفربول مثلا بتعمل كده الليفربول بيلعب كاسل اتحاد وكاسل رابطة والدوري والدوري الأوروبي بيجي على البطولات اللي هي الصغيرة اللي زي دي المسابقات الصغيرة اللي زي دي بتلاقي الصغيرين كلهم بلعبوا والجمهور متفاهم كده لازم جمهوري يبقى متفاهم كده لأن محدش هيلاحق أن انت تلعب في كم البطولات دي وكم المطشوات دي ما ينفعش صحيح فهو قرار لازم يتاخد أن يتلعب بالفرقة مثلا الصغيرين معظمهم من الصغيرين متعامين ببعض اللي ما بلعبوش مثلا في نفس الوقت تكسب لعيبة صغيرة جديدة وتاخد خبرات منها وهيبقى الجمهور عارف أن انت عندك الأهم لأن مش معقولة هتلاحق بالمبارات دي احنا بنتكلم على اللي فات ضغط المبارات النادي الأهلي بيلعب جنوب أفريقيا وبيطلع من جنوب أفريقيا بالطيارة على الكاميرون والكاميرون هيجي يلعب يعني فما ينفعش فلازم أنه يبقى فيها استراتيجية تانية خالص والناس لازم تبقى عارفة وجمهوري هيتقلوا الكلام ده أن احنا بنلعب كذا عشان نقدر نوازن ما بين جميع البطولات لأن النادي الأهلي برضو ما هو لازم يبقى البطل في البطولات كلها على قد ما بيقدروا على قد فهي محتاجة مسألة تنظيمية شوية البطولة السنة اللي فاتت كان لها شكل السنة دي لها شكل مختلف هل أنت معني شكل فيه يعني السنة اللي فاتت مجموعتين وكل مجموعة رايح جاي وبعد كده كروس من يكسب ولغاية لما يصل النهائي السنة دي الأمر مختلف هي يعني يمكن خروج المغلوب دي هتخفف شوية من البداية غير هتقل العدد المباريات هتقل العدد المباريات وده المطلوب في الفترة دي بغض النظر بقى إذا كان صح أو غلط أو يدي البطولة نفسها قوة أو يضعفها إنما برضو هتقل لدي لأن برضو زي بقولك المباريات كتير فلازم أن أنت يعني يبقى فيه برضو عدد من المباريات قليل أنت عايز تعمل البطولة ماشي يعملها بس قل العدد المباريات وهو ده يتنسب مع يعني تقليل عدد المباريات النهاردة كان برضو فيه اجتماع من بريرا رئيس لجنة الحكام أول اجتماع يعني في أول أو أول حاجة للتطوير نشوفها بريرا مع الحكام النهاردة كانت هل من المتصور أن حضراتك شايف أنه ممكن تلاقي ارتفاع في مستوى التحكيم خلال الفترة اللي جاية من خلال تعندك فترة توقف طويلة الفترة دي فممكن جدا تجد هذا الأمر والله إسلام أنا مش من يعني مش محبز حكاية خبير أجنبي يجي أحدك مش مع هذا الأمر لا خلص رئيس لجنة حكام مصري هو قدرى بالحكام المصرية وعارف طبعتهم وعارف كم الحكام اللي موجودين ويقدر يقايم وواواوا ادي له الصلاحيات كاملة ويبقى في حساب يعني أهم حاجة أن انت يبقى في حساب الأمور ما تتاخدش ومبارات تلعبت وعدت وما شفناش حساب لأي حكم من الحكام اهتم بالحكام أنا شايف الفترة القديمة كانوا بشتكوا من الفلوس الحكام وليلة ولا تتناسب وكده لأ أنا شايف أنه حصل فيها طفرة خلال السنين اللي فاتت طيب ماشي خلاص انت خلصت الجزئة دي بس في المقابل طالما زودت كلام ده وديت الحكم حقه في الفلوس وفي التدريب وفي الحاجات دي لا يبقى برضه لازم يتحاسب ويتحاسب كويس نشوف حكم غلط لا نعرف أنه استبعت شوية فلان الفلاني لازم المطشاط حضرك مع إعلان عقوبة الحك مليون في المئة طبعا إيه المشكلة أي حد أخطأ ياخد عقوبة وتتعل إيه المشكلة واستبعده فترة كمان عشان هو حتى يحس بالحتة دي إنما لما غلط أنا في المباراة ولا في التانية ولاقي نفسي بلعب الأسبوع اللي بعده والعملية مكملة وبتاع مش أحس بخطورة الموضوع إحنا عدنا نحسس على الحكام كتير قوي قوي بس في المقابل وصلنا إن إحنا ما بقاش فينا حد دولي ولا بمسلنا في البطولات الكبيرة رئيس حكام لجنة حكام قوي يبقى مدعم تدعيم كامل يبقى مقره وضعه خارج الاتحاد خالص بعيدة عن اتحاد الكورة مليش علاقة بالموضوع ده يبقى في حساب للراجل ده أول باول عشان يقدر يعمل حاجة في التحكيم عموماً كابتل خليد هنطلع فصل وبعد هذا الفصل برضو نرجع نتكلم موضوع المنتخب الأولمبي ده برضو موضوع صعب جداً جداً نالك ونفعونهم لأنهم مداخلين على فترة صعبة جداً عموماً هنطلع فصل وبعد الفصل حاجة أسأل كابتل حشيش عن المنتخب الأولمبي أهلاً وسهلاً بحضراتكم يا مرأوك أعزائي المشاهدين كابتل حشيش منتخبنا الأولمبي وظروف صعبة جداً خلال الفترة اللي جاية مباراة يوم 22 ومباراة يوم 26 في وسطهم رمضان يوم 3 أو بداية شهر رمضان الكريم يوم 23 والكل يعلم أن الظروف رمضان مختلفة عام بقية الشهر وبالتالي التجمع يوم 15 مباراة ودية يوم 18 اكتمال الصفوف يوم 20 مباراة يوم 22 رمضان 23 مباراة يوم 26 أنا مش عارف طبعاً ليه العملية كربست كده مرة واحدة يعني ما احنا الكلام ده عارفينهم برضو من فترة كبيرة فيعني يعني ما فيش حاجة تدعو للتفاؤل بعد اللي حصل في المنتخبين اللي قبل كده والخروج اللي شكله بايخ شوية والبطول على أرضنا وكده المنتخب الأولمبي ده أمل مصر المفروض اللي جاي عشان الأولمبياد وعشان الكلام ده كله فأنت عندك ماتشين صعبين وزي ما انت بتقول فأوقات صعبة وفي رمضان واللقعبة في رمضان صعب اللقعبة مش متعودة والأجواء والقصة وحتروح تلعب هناك وده عشان تتأهل للبطولة اللي في الماء يعني 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 عارف دربكة كبيرة حصلة يعني الناس برضو بتنتنشأ على حاجة بس تبقى يعني كويسة الفترة الفترة اللي فاتت دي الحقيقة للسانة وشوية اللي فاتوا دول يعني على طول اخفاقات في حاجات خطوة كبيرة جدا وكبيرة جدا جدا يعني يعني ما تحسش ان في منظومة بتتحرك وبتعمل حاجة يعني فيمكن يبقى فيه أمل في المبارتين الجيئين دول او فيه أمل انا نشدت للوزير أشرف صبحي انه هو يحاول على قد ما يقدر يوفر طيارة خاصة الحقيقة اعتقد يعني حتى لو هتفرق في يوم اليوم ده هيفرق كتير جدا بتفرق بتفرق جامد الحقيقة وبتبقى فيه رحل اللعيبة يعني يوفر لهم كل الوسائل عشان ما يجيش حد يقولك بقى احنا احنا كذا كان ممكن نعمل كذا الكلام ده كمان لازم الناس تكنت تبادر فيه يعني المسؤولين هم اللي بدروا بالموضوع اللي انت عملته يعني انت فهمت ازاي ان انا اعمل حاجة زي كده عشان افكر ان انا اطلع من عنق الزجاجة دي في خلال المطشين اللي جايين دول اقدر اعمل الحاجة لان ازاي بقولك امل مصر المنتخب الاولمبي اولمبيات جاية هيبقى قوام المنتخب كمان الكبير ما هو قوام المنتخب الكبير هو فرقة المنتخب الاولمبي اللي عيب عندها 21-22 سنة يعني لازم اننا برضو يبقى فيه امل ما تقضيش برضو على الجيل ده بخصارة زي الجيل بتاع 2003 يعني انت فهمت ازاي الناس عندها احباط من اللي شافته يبقى فيه بس امل يعني زي ما بقولوا ايه ما بقاش كله ضرب يعني كده يعني المضوع شتيمة بس حاجة كده الواحد يبلع ريوة او تدي امل للناس في ظل الاخفاقات اللي حصلة المنتخب الاولمبي الحياة مع مدير فني اعتقد مدير فني جيد يعني لانا بسمعه من اللاعبين وكده ان هو مدير فني جيد والمفروض انه هو يعني مجموعة كويسة من اللاعبين كمان هو اصر كمان على حاجة ان يبقى كل اللي موجودين في المنتخب الاولمبي دول بيلعبه دوري ممتاز مع افرقهم يعني ما حاولش حتى ياخد من حد موجود مثلا في مسابقة 2001 اللي هي بتاعت بطولت الجمهورية اي حد ما بيلعبش في الفرقة الكبيرة في النادي بتاعه استبعده او ما خدوش على عكس قبل كده كان فيه ناس بتاخد فرص وبتروح وتيجي وكده انما هو اصر اي حد برا الدوري الممتاز ما بقاش موجود طيب بقى دي حاجة كويسة على اعتبار ان اللعبة دي عملت احتكاك خدت احتكاك كويس بلعبه امورات مع طبعا سنة اكبر في بطولة اللي هي اكبر بطولة عندنا موجودة في بطولة الدوري يقدر يكون عندهم خبرات يعوضوا نقص الاحتكاك اللي كان المفروض ياخدوا هذا المنتخب يعني من فترات قبل كده كان فيه يبقى فيه ماتشاط ودية مع فرق برضو قوية عشان تقدر تدخل برضو وتنافس انما احنا برضو نفس القصة بتوع اللحظة او نيجي عالاخر نبتدي نشد نفسنا عشان الكرة ما فيهش كده اسلام الكرة فيها يعني فيها استقرار وفيها خطط بعيدة الاجل وريبة يعني يبقى فيه حاجة معمولة ما تبقاش كده محد الصدفة خصوصا الراجل ده جاي بقى له فترة كبيرة فكان لازم بقى فيه استعداد اكثر وفيه متشاط اكثر وا 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 انما برضو كالعادة هنساند طبعا ونأمل ان هو يقدر يعمل حاجة بالعكس طبعا ده انا بقول لحالك احنا يعني المناجدة بنقولها للوزير الشهر في صبح ان هو يقدر يخفف يخفف من المتط تخفف من الأمور قليلا الحقيقة لانه يوم 22 مباراة هنا في القاهرة وبعدها يوم 26 مباراة زنبيا حالك عارف مشوار زنبيا برضو مشوار طويل طبعا طبعا بتاخد ترانزيت وبتروح الترانزيت وكلام من ده وجو برضو حر ونفس القصة غرب افريقيا وسط فيعني هي الحقيقة برضو ظروف صعبة نأمل ان هما يتجاوزوا الظروف دي ويعدوا بالمتشاط دي انها يقدر يوصلوا لأكتر من كده ان شاء الله ويبقى فيه قوام حتى الناس تحس ازاي بقولك انه يبقى فيه امل في المنتخب ده انه هو ان شاء الله يبقى منتخب واعد منتخب الاوليمبي منتخب الاوليمبي يعني انا بصراحة اتمنى ان يكون المنتخب الاوليمبي يعني قادر على يعني حفظ ماء الوجه الحقيقة لانه هتبقى الامور صعبة جدا على رأي حضرك 2006 هو ما بقاش في وجه خالص يا سلام حقيقة يعني يعني مفيش وجه لانه برضو اصلا بص اي منظومة في الدنيا ما هو الغرض منها انك توصل لاهدافك انت تحقق نجاحات ايه هي الاهداف اللي حتدرت تحقق نجاحات انما لما يكونش فيه نجاحات طب وانت بقى يعني ايه المنظومة دي يعني انت فهم ازاي غير بقى الحاجات الرفايع بقى اللي حصلت والناس كلها عرفاها وكده فلا يعني يبقى على القل فيه نتائج تقول الناس بتعمل حاجة اقول ان فيه تطوير حاصل او فيه نظام تقضي على الاجيال المختلفة للكرة المصرية طب وانت ايه بقى فاضل للمتخب الكبير طب وتدعيم المتخب الكبير ده بيجي من الاعمار الاصغر من كده ما هو مش الهدف المتخب الكبير وخلاص لا طب ما انت انت يعني سنة سنتين المتخب الكبير ده تلاتة ارباع هيبقى مش موجود صحيح فلازم يبقى فيه صف تاني وتالت عشان يبقى فيه الاستمرارية الاستمرارية انا بص يا كابت ان اقولك حاجة ارهنك هو على الهوى اه لو حد يعرف المتخب الكبير هلعب مع زنبيا ليه اه بالزبط كده طب انا عايز اقولك حاجة وانت يمكن قلتها برضو هنا في قناة النادلال القرع بتاعت البطولة اللي كانت عندنا في مصر 2003 حد كان عارف امتى ولا حاجة لا لا انت قلت يا جماعة صوروا اللو فيه قرع بعد خروج منتخب مصر حد عارف المبارنة ايه لو سألت عشرة قولي مين المبارنة هايه للعب مفيش اي تنويه عن بطولة بتتعمل في مصر وارد انك تخرج بس فيه بطولة عندك على ارضك انت منظمها كمل الادوار اللي بعد كده ادي اهتمام للبطول الغات ما تخلص فيه ادوار اه تمانية قبل النهائي نهائي ولا حد عارف مين اللي يعب مع مين ولا مين اللي صعد ولا مين المبارنة النهائية كانت مع مين ولا قبل النهائية ولا الكلام ده كله حصل احنا زي ما ايه خلاص احنا خرجنا خدنا الشنة تمشينا وروحنا كله روح صح يعني انت فاهم ازاي واسبوهم بقى واسبوهم مع بعض بقى اللي بلعب هنا واللي بلعب هنا وكملهم مع بعض اه فما حدش عارف البطولة دي خلصت انت ولا مين اللي كسبها ولا مين اللي كمل يعني انت فاهم ازاي وبطولة في مصر الحقيقة السنغال برضو من البلاد الافريقية اللي عاملة يعني خد بطولة افريقية طفرة الكبير الاولى يعني بطولة الامر افريقية المحليين وخد بطولة الشباب وده الامل بص فاهم ازاي بقى يعني انت بتتكلم على ان انت هما في السنغال مش قلقانين بقى على الكورة خلال فترة اللي جاية خدوا منتخب اول ومنتخب اولمبي اللي هو 2003 انا اسف وخدوا بطولة الامر افريقية انا قصد مش قلقانين اه اسلام على الاستمرارية بقى لان فيه جيل بص طالع عامل ازاي وحوش طالع كورة وده يعني برضو المنتخب بتاعنا ما هو انت النهائي اللي وصل الانهائي مين سنغال وجامبي ايه القبل النهائي اه تونس ونجيريا كانت تونس ونجيريا اه فانت انت برضو المجموعة بتاعتك كان فيها سنغال ونجيريا ايه فانت يعني الاول والتالت صحيح يعني اللي خد البطولة اه وتالت البطولة هما اللي كانوا معاك في المجموعة صحيح ده كنا ننتظر الحقيقة أداء أفضل كتير جدا من اللي احنا شفناه من المنتخب نتمنى ذلك ونتمنى أن يبقى فيه يعني تطوير الكورة خلال الفترة اللي جاية ودائما زي ما بيقول الإخفاقات دي لازم الناس تستفيد منها أنها تعالج الأخطاء اللي موجودة وترسم بقى خطط مستقبلية عشان كده ما نفعش احنا ماشيين الحاجة بحاجة كده يلا نسافر بكرة اسكندريا يلا النهاردة بالليل وبكرة الصبح السفر يلا معرفش نعمل الحاجات دي بقى يعني عايزين ما ينفع دي تبع على المستوى الفردي مقبولة نمع على مستوى مؤسسات وهيئات كبيرة بالدير رياضة ما ينفعش عموما كابتن حاشيش أخيرا لو حضرتك حابب أن أنت تقول كلمة لعيبة النادي الأهلي وجهازهم الفني قبل مباراة يوم الجمع يعني باقتصار طبعا الدعم كل الدعم للفريق بجهازه الفني بالجهاز الإداري بالناس كلها اللي موجودة إن شاء الله بإذن الله برضو عندنا أمل كبير فيكو إن أنتوا تقدوا اللي عليكو وتثبتوا إن النادي الأهلي بتاع المواقف الصعبة طالما في أمل بنلعب على الأمل الموجود بس بنقدي وأيا كانت الظروف على الأقل لقدر لو حصل أي حاجة يبقى الناس عملت اللي عليها ما ترجعش تقول أنا لو كنت عملت كذا أو كذا أو الجمهور يقول لا معلش خلاص الناس موتت نفسها وتعبت وعملت وسوت نتمنى طبعا إن إن شاء الله تبقى ده يعني مفتاح الفرج إن شاء الله بالمباراة اللي جاية ومش هنتكلم عن اللي بعدها ويبقى صعود وليه لا النادي الأهلي ما وصلش ليه للمباراة النهائية واخد البطولة نعدي الأول ونشوف نعدي بس الأول إن شاء الله أنا بشكرك جدا لك أبتحش على وجدك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل محمد جمال وأحمد مجدي في بيوفرة البيت الكبير